يعبدون الشيطان ويروجون افكاره لفانزاتهم بس بعد ما يدركوا الوضع اللي هم فيه حاولوا ينسحبوا بس يكون الوقت قد فات وان حاولوا ينسحبوا الموت مصيرهم السلام معكم عبود ماكسينج وموقت طاعة جديد خذلك سناك ويشاي تحب تشربه واتمنى تشتركوا في القناة لان نسبة غير مشتركين اكثر من نسبة المشتركين اتمنى تشتركوا ويلا ندخل في فيديو القسم هاي هاي لحظة وان رائح سوي لايك واشترك لا هند ويلا ندخل في فيديو القسم نبدأ بمايكل جاكسون وهو من اكبر المشاهر وكان يعتبر من افضل المغنين البوب في الوقت اللي هو كان فيه ولا زال اليوم انا هذا شعبيتي عند ناس مرة كثيرين ويعتبر من افضل المغنين وكانت الاقبال والشعبية العغاني مرة كبير بشكل ما تتصور بس زي ما يعرف الكل مايكل جاكسون مات مقتول وكان من قبل موته مقدم على البوم جديد وكان اسم الالبوم this is it بس قبل اصدار الالبوم والحفل الكبير يلي كان بيسويه كان يعاني من الارق من فترة طويلة قبله وما كان باقي شيء الا سبوع وسبوعين كذا ويسوي الحفل بس بوم وفاجئة مات تمكتوش بجرعة زايدة من المخدر مايستخدم الا في العمليات الطائرة وهذا المخدر كان ممنوع حتى يطلع من المستشبه وكان المتهم الاول في هذا القضية هو الدكتور موري ويلي هو المفروض كان هو الدكتور حق مايكل جاكسون وكان المفروض انه قاعد يساعدília مايكل جاكسون في انه يتخطى الارق يلي يحسن معه بس ليه مات فجأ بهذا الطريقة هو المخدر يلي انه المفروض انه كان يعطيه بدون دكتور موري وما الأول الدكتور موري كان يعطيه بدون وصفة علاجية يعني كان huhrip اللهح هذا من المستشبهات بس ليش مات فجأة بهذا الطريقة ونرجى لما قبل فترة مقتل مايكل جاكسون طلب تصريح وقال انه بيعلن وبيتكلم عن شيء مرة كبير وممكن يغير نظرة الكثيرين عنه وكان يلمح بكلامه عن الاسلام ومايكل عليه كمية اشاعات وكمية نظريات ظهرت مرة كثيرة ومن هذه النظريات يلي طلعت عنه انه كان ماسوني ومن عبدته الشيطان وكيف مسلم في نفس الوقت من وجهة نظري انا اشوف انه كان متفق مع الماسونية سوي اتفاق معهم بس حب الاسلام وتعمق في الاسلام وحس انه بعتنق دينا الاسلام فتغيرت نظرته وحب انه يرجع للطريق الصح بس لما نبدأ يلمح بهذا الشيء قتل سبب موته بالنسبة لي اشوفه كان خطة منهم وكانت الماسونية خايفين يدفل في الاسلام ويتكلم بحاجات كبيرة تود يوم في ذاهية وبما انه مايكل جاكسون مؤثر فلو دخل كالاسلام واعلن هذا الشيء للشعب فكثير من الناس بيتخلوا دينا الاسلام والماسونية بمع انهم عبد الشيطان وملحدين فهذا الخبر ابدا ماهو مبشر خير لهم طرع ما حبو انه يوديهم في ذاهية اتخلصوا منه نجي للمشهورة الثاني وهو بيلي ايليش ما في احد ما يعرف بيلي ايليش اعتقد بس ولدت بيلي ايليش في سنة 2001 ديسمبر بيوم 18 وكانت من معاليد لوس انجلوس كاليفورنيا وكانت وارثة الفن من ابوها وامها مش زي وزيك ما ارثني شيء ما علينا نرجع لأحداث المقطع بيلي ايليش ما درست ولا عمرها دخلت مدرسة لان اهلها كانوا يظنوا ان المدرسة ما تسوي شيء وكانت بيلي من الاساس تتعلم الفن ومجال يلي هي فيها الان من ورساتها بيبي لين صارت لنا بيلي وتبدأ مسيرتها بالفن من حبها للمغنين والرابرات يلي عندهم وبالذات كانت تحب الموذ الكيب والسوداوي يلي نشوفها دائما في اغانيها بس الغريب وين الغريب الغريب هنا خيلوا اخوها كان يكتب الاغاني بس هي كانت تأخذها وتسوي مزيج فيها وتنزلها اغنية كئيبة خيلوا وكانت اغلب الاغاني واكثرها يلي نعرفها واللي تغنيها بيلي ايليش بهذا الاسلوب وبالفرل كسبت الافا محبين والبعنزات ونزلت كثير البومات لما نجحت كذا وفي 2019 نزلت البوم ويلي غاذا وفازت بأربعة جراميس تخيلوا أربعة جراميس في يوم واحد وهذا النجاح بكل وقتها ولسه ما تعبث حتى عشرين سنة ولما نجي لكل هذا النجاح وجوبها الغريب فتبدأ هنا النظرية تطلع عنها ويا خم النظرية طلعت عنها والبنت اساسا مقتدية من بدايتها بجاستن بيبر وقصة جاستن بيبر هذه لحالها قصة ولما نقول قدوة يعني مأثر وترى هذا لو نتكلم عنه يبي له مقطع كامل لوحده ونرجع لبيلي ومن أول النظريات يلي طلعت عنها إنها تدعم الماسونية وإنها سوت أقضي معاهم وما هي مجرد أقوال أو نظريات بالفعل في أغلب أغانيها فيها فكرة كيف أوصف لك المغني يحط كلمات عادية بس لما تيجي تحكس الفيد أو الغنية يطلع لك كلام غير الكلام اللي كنت عند سامع يعني تكون كلمات مرتبة بطريقة عادية بس لما تيجي تحكسها الغنية تسمع الكلمات اللي يسوتها الغنية أساسا مع شامل مستحيل تكون هذه مجرد صدفة والكلمات مرتبة بهذه الطريقة لأنه نعرف اللغة الإنجليزية فما في مفردات مرة كثيرة ولما تيجي للترتيب الدقيق يلي لما تحكس الغنية فيكون هذا شيء مستحيل إنه يكون صدفة وهذا مجرد مثال عن الغنية وزي ما شفتوا في الغنية تقول أنا حيوان وأنا أتوجه إليك أنهم أعلن من شوف كذا نقول وش المغزى من هذه الطريقة وليه ما يكونوا ظاهرين أو شيء يعني طريقة صريح ثاني شيء عزيزي المشاهد الطريقة هذه يستهدفوا فيها العقل الباطن لأن العقل الباطن قرأت عنا مرة لو سمعت شيء وقعت مثلا تكرر النقطة في العقل العقل الباطن تلقائيا يعكسها الكلمة ويجربها بأكثر من طريقة أنا ما بتفلسه أنا قرأت الكلام في كتاب وفي مشاهير كثير مسوين نفس هذه الطريقة والنظرية الثانية إنها من المثلين وبعد تروج لهم بس أتوقع إنها كانت مجرد إشاعات لأنها في أحد الحفلات يلي سوت كانت تدوس على هذا الشعار ونجي الآخر نظرية بتكلم عنها البلي إلي وهي إنها قدمت حبيبها الـ XXX يلي هو هذا ترى حتى اسمه كويرايت يقولون إنه قدمتها كقربان للماسونية عشان الشهرة وعشان العقد يلي بينه وكثير كلام طلع وحتى في قصة ثانية طلعت عن حبيبها ونظريات بالهبل عن XX لو تبدو أسوي عنها مقطع اكتبوا لي في التعليقات بس نظرية إنها قدمتها للشيطان لا هذه ما هي نظرية مثبتة لأنه قصة XXX لهذه الحالة قصة كاملة وفي عنها كل التفاصيل موجودة فأتمنى لو تبغوني أتكلم عن الموضوع هذا كنموا في التعليقات وبنزل لكم القصة كاملة ولين هنا نكون وصلنا لنهاية المقطع ولو عجبكم هذا النوع من المقاطع سوي لايك وبسوي عنا سلسلة كاملة وبس لا تنسى سوي لايك وتشترك أشوفكم في المقطع الجاي اشتركوا في القناة